إلى أي مدى يمكنك الوثوق في عين أيك؟ اختبار العين من المعروف أن الأعين البشرية قادرة على أن تقوم بعمل أشياء كثيرة ورهيبة لا يمكن لأي أحد أن ينكرها حيث يقال أن العين البشرية هي أهم شيء في جسد الإنسان ولولا هذه العين لما تمكنت من القيام برؤية أي شيء كما أنه يقال أن العين قادرة على أن ترى أكثر من 7 مليون لون باختلاف درجاتهم وهذا يعني أن العين لها قدرة رهيبة في إدراك كل شيء يوجد حولها ولكن بالرغم من كل هذا هل أنت قادر على أن تثق في عينيك في كل شيء تراه؟ فالعين بطبعها معروفة بأنها خادعة ولا تقدم لك إلا خدعة فقط دون أن تكشف لك الحقيقة كما أنها لا تكشف لك الحقيقة الكاملة هذا يعني أننا اليوم في هذا الفيديو سنوضح لك بعض الاختبارات التي ستساعدك في تحديد مدى كفاءة عينيك هل أنت مستعد لتخوض هذا الاختبار؟ هيا بنا نبدأ هذا الفيديو خامسا تأثير الاختفاء كل ما عليك في هذا الاختبار هو أن تنظر إلى هذه النقطة التي توجد في منتصف الدائرة لمدة عشر ثواني دون أن تحرك بؤبو العين عن هذه النقطة لو دققت النظر جيدا سترى أن عينيك قامت بإخفاء الدائرة الزرقاء بالكامل طالما أنك تنصب تركيزك على هذه النقطة لذا لو حدثت معك هذه الظاهرة فيعني أنك تمتلك أعينا رائعة للغاية وطبيعية حيث أنه من المعروف أن العين تقوم بإخفاء كل ما يوجد حول الشيء الذي تنصب تركيزك عليه وهذا يعني أن العين تنصب تركيزها فقط على الشيء الذي يوجد أمامك دون أن تلفت نظرها لشيء آخر لهذا يعمل العقل على توفير عمل العينين ولا يجعلك تنصب تركيزك على كل ما يوجد حولك بل على ما تراه فقط ومثالا على ذلك أن الأنف توجد أمام عينيك ولكن لا تراها بوضوح لأن العين تخفيها لأنه لا داعي لرؤيتها لهذا لا تظهر بوضوح أمامك رابعا بعض الصور انظر لهذه البقعة البيضاء باستمرار على كل صورة دون أن ترمش بعينيك من المعروف أن العين لديها ثلاث مخاريط وهم المسؤولين عن استقبال الألوان مثل الأحمر والأزرق والأخضر لذا لو كنت تدقق النظر لهذه الدرجة في هذه الصورة فهذا يجعلك قادرا على أن تتعب هذه المخاريط بقوة ولو نظرت فيما بعد لصورة أبيض وأسود سترى عليها الألوان بوضوح تام وهذا يعني أن هذه الظاهرة تحدث مع الكل وتخبرك أنه لا داعي لكي تثيق في عينيك لأن الصورة تكون في الحقيقة غير ملونة ولكن عينيك تخدعك وتجعلها تكون ملونة وهذا غير حقيقي بالمرة ثالثا مستقبل الألوان انظر لهذان العمودان المستطيلان الرماديان كلاهما لديهما نفس درجة اللون ولكن من خلال النظر لهذه الصورة لن تشعر بهذا الشيء والسبب في ذلك هو أن الألوان التي تحيط بهذا اللون تقوم بخداع عينيك وتجعلها تدرك أن هذان الدرجتان من اللون الرمادي يكونان مختلفان نتيجة لهذه الألوان المختلفة التي تراها على هذه الصورة لذا لو طبقنا هذه النظرية على ألوان أخرى مختلفة سترى أن هذه النظرية وهذه الظاهرة تطبق على الكثير من الألوان ويتم فيها خداع العين بطريقة غريبة للغاية تصيبك بالدهشة والذهول لذا من الأفضل أن لا تثق في عينيك ولو لم تكن تصدق ما أقوله يمكنك البحث عن درجة هذا اللون على برامج الفوتوشوب وسترى أن هذه الدرجة حقيقية ومتساوية تماما ثانيا الأشياء المحيطة في هذه الصورة في البداية نرى أن الوميد يحدث في الألوان بطريقة متوازنة بحيث يحدث في واحدة ثم في الأخرى وهذا أمر مفهوم مواضح جدا ولكن بمجرد أن تمت إحاطتهما بهذه الألوان بدأ الأمر يتغير كثيرا هذا جعلك تشعر أن الألوان تومض معا في وقت واحد بالرغم من أنه لم يطرأ عليهم أي تجديد هذه تعتبر ظاهرة غريبة للغاية حيث أن الألوان كانت تومض بتوازن متتالي ومن ثم أصبحت تومض معا في نفس الوقت دون تغير ولو قمنا بإبعاد الألوان المضافة لهذا اللون حتى ولو لسنتمتر فقط سترى أن الومد أصبح متوازن مرة أخرى من جديد مما يصيب الكل بالدهشة والذهول من هذا الشيء أولا سيطرة العين الجميع منا مصاب بهذه الحالة التي تعرف باسم هيمنة العين وهي تعني أنه يكون هناك عين مسيطرة أكثر من العين الأخرى 80% من الأشخاص حول العالم مصابون بسيطرة العين اليمنى على اليسرى ولكي تتمكن من معرفة هذا الشيء قم بعمل يديك بهذه الطريقة بالضبط ومن ثم اجعل عيناك الاثنان مفتوحتان قم باختيار شيء ما وضعه بين هذا الشكل الذي صممته بيداك الاثنان معا وبعدها أغلق العين وانظر إلى الشكل بالعين الأخرى ولا تحرك يديك والعين الذي سترى به الشكل أكثر وضوح ومستقر كما كان دون أن يصبح بهذه الطريقة حيث يغطيه كف يديك فهذا يعني أن هذه العين هي العين المسيطرة أما العين التي لم تتمكن من رؤية الشكل بسبب كف يديك فهذا يجعلها الغير مسيطرة يمكنك تجربة هذه التجربة ببساطة وبكل سهولة وبعدما تجربها قم بإخبار ما هي العين المسيطرة لديك هل هي العين اليمنى أم العين اليسرى لأن هذا سيساعدك في أعمال كثيرة لكي تستخدم حينها عينيك الأقوى للرؤية الأفضل لذا لا تثق في عينيك بسهولة في المرة القادمة ما هي أكثر خدعة نالت دهشتك في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة